أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني أن الوقت قد حان كي يتم وبصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة للمحتجزين وعائلاتهم وشدد القدرة الثلاثة في بيانا على أنه حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين وأضاف القدرة في بيانا أنهم سعوا مع فرقهم جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 من شهر مايو من عام 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار لمجلس الأمنة كما أكد القادة ضرورة عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب أن لا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر اتفاق لفتين إلى أنه حان الوقت الآن للإفراج عن المحتجزين وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق وأضاف القادة أنهم كوسطاء مستعدين إذا اقتدت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية والمتعلقة بالتنفيذ على النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف وأشر القادة في البين إلى أنهم دعوا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة